مرحباً جميعاً، هذا الشيخ نادل معكم جميعاً من نوروغي في المتابعة المتابعة، سأقوم بكم برسيطة رسيطة مرحباً التي تستطيع استخدامها في أمامك اليوم سأعلمكم طريقة خبوز روعة بمفعل أشياء كثيرة واحد كوب من الدقيق واحد كوب من الماء أو أكثر حسب الحاجة من حرك جيد ونوضع قليل من الملاح أو حسب الزوب هذه الأصفحات جاهزة، مثل هذه يجب أن يكون نصف الوعاء يكون مليئ بالماء، نصف الوعاء نجيب قطعة قماشة تكون نظيفة بدون وبر، بدون صوف، بدون قطن، تكون مثل هذه يعني رقيقة تكون بسيطة نعلم حسب حجم الوعاء ونقصها، الأمر كثير مصيط وسهل نجيب أي شيء متوفر عنا، مغيطة أو حبل أو أي شيء متوفر عنا، بنربط قطعة القماش أي شيء متاع عنا، مثل هيك نضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي، بعد ما يغلي، يغلي الماء، بنوضع العجين تقريبا النضج بيأخذ دقيقة واحدة، النضج حسب سماكة العجين، تطلع شكل الرغيف، كل الرغيف يحتوي على 30 سعر حرارية، هو مناسب لفقدان الوزن دائما الناس تسأل هل هذا الطعام يزيد الوزن؟ الجواب هو ما في طعام بالدنيا بزيد الوزن إذا احنا بنأكل حسب احتياج الجسم من السعرات الحرارية دائما ننتبه للكمية أكثر من النوع بعد ذلك ننتبه للطعام الغير الصحي، بنبدله بطعام الصحي يعني حتى الأكل الصحي بزيد الوزن إذا احنا أكلنا أكثر من احتياج الجسم نضع على الشبكة حتى يفقد الرطوبة ممكن نصنع منه أشياء كثيرة إذا انتم بتكون نتوسع بهذا الموضوع، بالموضوع هذا اكتبوا لي تحت بالتعليقات إذا انتم بتكون نتوسع بالموضوع هذا لأنه موضوع هذا كبير وما بد أن الفيديو يكون كثير طويل ممكن نعمل في سنبوسة، ممكن نعمل أي شيء، ممكن نعمل مثل هيك رقيق يعني موضوع كثير هو وسيع اكتبوا لي بالتعليقات إذا انتم معانين في هيك موضوع نتوسع في أكثر ممكن نعمل سندوشات أي شيء نحشي حسب نظامكم الغذائي يعني هذا الريف 30 سعر حرارية يعني ولا شيء كثير هو روعة وكثير مناسب للناس بتعمل نظام غذائي في أمان الله تذرونا بوصفة جديدة شكرا كثير لكم تمنى الاشتراك بالقناة وإذا أعجبكم الفيديو تعمله لايك مع السلامة ترجمة نانسي قنقر